من حدث إلى آخر مشاهدينا لكن هذه المرة مع جائزة الشارقة للتفوق والتمييز التربوي حيث تعد هذه الجائزة سجلا موثقا لرصد تجاربي والنماذج المتميزة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا كما أسهمت الجائزة في خلق حالة من التنافس بين مختلف عناصر الحقل التربوي في هذا الإطار تم الإعلان عن إطلاق جائزة الشارقة للتفوق والتمييز التربوي في نسختها الخامسة والعشرين تقريرنا التالي يرصد لنا أهم ملامح هذه النسخة الجديدة أن تابع من أجل خلق جيل يسعى إلى التمييز بكافة صوره وأشكاله وفي جميع المجالات العلمية والتربوية أطلق مجلس الشارقة للتعليم فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من جائزة الشارقة للتفوق والتمييز التربوي خلال المؤتمر الصحفي ضم كبار الشخصيات كاشفا عن استحداث فئات وجوائز عديدة لهذا العام اليوم الجائزة إن شاء الله هذه السنة خمسة وعشرين عام نقول إن شاء الله من النجاح والاستمرارية والتفوق لو تخيلنا كم من الطلبة والمعلمين والأسر التي سمعت عن الجائزة وكم من الأسر التي شاركت وكم من المعنيين بالجائزة قد فازوا لا شك سنجد أرقام كثيرة جدا ونحن نقول الحمد لله على هذا العمل وإن كانت كلمة شكر لا بد أن تقال في هذا المقام فهي تقال للمؤسس هذه الجائزة ولمن وضع البذرة لهذا الجائزة هو سيدي ووالدي صاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي مديد في الجائزة هو أطلاق فئة مدير النطاق المتميز في الجائزة هذه السنة وكذلك يعمل فريق الجائزة على استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين في جميع الفئات الجائزة التي تطرحها سواء من ناحية المعلمين أم الإدارة التربوية وكذلك أبنان الطلاب أو الأسر تناول المؤتمر جديد الجائزة من خلال استحداث فئة جديدة ألا وهي فئة مدير النطاق ليصبح إجمال فئات الجائزة 12 فئة كما تم إطلاق جائزة أفضل تحقيق صحفي حول الجائزة منذ نشأتها وجائزة صاحب أفضل فكرة مبتكرة لحفل تتويج الفائزين طبعا في كل عام نستقبل الطلبات طلبات المعلمين المتميزين الذين يرغبون في المشاركة في جائزة الشارقة التفوق التميز التربوي يتم دراسة هذه الطلبات وبالتالي طبعا يتم ترشيح منهم مؤهلين للمقابلة ومن ثم يتم اختيار الفائزين منهم نتمنى الفوز لكل المشاركين كذلك نتمنى المزيد من المشاركة في جائزة الشارقة للتفوق التميز التربوي جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في تطور مستمر وتشهد بشكل سنوي تحديثا على المعايير والفئات ما يعكس حيويتها وتجددها وتساهم في خلق كوادر تسعى لتحقيق أعلى مستويات الريادة والتميز حياكم الله للحديث أكثر عن هذه الجائزة وجديد نسختها الخامسة والعشرين نستضيف اليوم الأستاذ محمد الملة مدير إدارة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وأيضا الأستاذ فتحية الملة رئيس قسم التقييم والتطوير بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي حياكم الله مساء الخير جميعا ببدويات طبعا فتحية خبرنا أو تعطين ربما أستاذ المشاهدين نبدأ خلنا نقول مختصرة عن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رحب فيك وأشكر لكم استطافتكم لنا بداية حبيت أقدم الشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على رعايته اللامحدودة لجائزة الشارقة للتفوق والتميز والتي بدأت من بداية طلاقة الجائزة كان عام 1994-95 الجائزة الشارقة للتفوق والتميز هي الجائزة التربوية الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة الجائزة تعنى بالموهوبين والمتفوقين والمتميزين اليوم نحتفي باليوبيل الفضي لجائزة الشارقة للتفوق والتميز ومرور 25 عام على تفوقها والتميزها جميل أستاذ محمد بالتأكيد هذه الجائزة لها أهمية كبرى في دعم قطاع التعليم بكافة عناصره المختلفة في إمارات الشارقة وأيضا انعكس ذلك على الدولة بشكل عام خصصاً ما شاء الله وصلت لليوبيل الفضي 25 عام أهمية هذه الجائزة نتحدث عنها في دعم قطاع التعليم بشكل خاص بسم الله الرحمن الرحيم الجائزة على مدى 25 عام كانت دائماً تساير التغيرات التي تحصل في القطاع والميدان التربوي فبمسيرة 25 سنة لجائزة الشارقة فئاتها تعددت وتدوعت خلال 25 سنة بحيث كانت لكل دورة فئة إضافية أو ننقص منها فئة جميل ونزيد فئة بدأت بكم فئة في البداية هي كانت بداية بمركزة على الطلبة والمعلم والمعلم بعد ذلك تطورت بحيث وضيفت فئات وصلنا يمكن سنة من السنوات الدورة القبل الماضية يمكن 17 فئة حالياً 12 أكيد حد يسأل هذا التزايد والتناقص أنا دائماً نقول نحن مرتبطين بالميدان التربوي والتغيرات التي تحصل على في الميدان التربوي سابقاً في مسميات وظيفية كانت موجودة موجه تربوي ألغيت فالجائزة تساير هذه التغيرات أهمية الجائزة وأثرها على الميدان التربوي أثر لا محدود بحيث نحن كجائزة الشارقة للتفوق والتمييز التربوي نحقق مجموعة من الأهتاف التي نسعى لها خلال مرور 25 عام أول هدف دائماً نحن نرمز لك جائزة الشارقة للتفوق والتمييز التربوي أن نأكد أن القيادة الحكيمة لدينا مهتمة بالتعليم والمتمييزين بشكل كبير جداً واستمرار الجائزة لمدة 25 سنة متتالية هذا ما استمر لبدعم القيادة الحكيمة وإثراءها للميدان التربوي وتشجيعها للمتمييزين والمتفوقين بالتأكيد أيضاً فتحية لو نتكلم عن هذه النسخة الجديدة الخامسة والعشرين خلينا نتكلم أو ندخل في تفاصيل هذه النسخة الجديدة حيث أصبحت التفاصيل والملامح واضحة أتوقع عندكم في البداية كانت عندنا فئة وحدة مثل ما ذكر أستاذ محمد حالياً مجلس الشارجة للتعليم متمثلاً في إدارة جائزة الشارجة للتفوق والتمييز يسعى دائماً أن يقيم أعماله طول السنة من أجل التحسين والتطوير ومن بعد ما قيمنا خلال العام ارتقنا أن نستحدث فئة جديدة لفئة مدير الطاقة المتميز وأيضاً بعد الشيء الذي ميزته هالسنة سيكون إن شاء الله أن نتعاون مع جهة متخصصة ستقوم بزيارات المدارس الخاصة بالتحديد وتدرب المدرس المعلمين وتأهلهم لإكتشاف المنهوبين والمتميزين نستطيع أن نذكر هذه الجهة المختصة؟ لا حالياً لا نستطيع أن نذكرها دعونا هذا شيء سر لما هي ليس سر إن شاء الله ستكون جهة حكومية أخرى داعم لنا ومكمل لنا حتى يكون هناك مصداقية ربما؟ لا بس على الأساس لماذا نعقد الاتفاقية بيننا وبينهم بحيث نحن لم نذكر اسم الجهة لماذا نعقد الاتفاقية الاتفاق؟ لا أنا أقصد هذا الاتفاق مع الجهة حكومية أخرى حتى يكون هناك مصداقية أكبر ربما في مسألة التدريب أكيد بحكم نحن استعنا بالجهة الحكومية الأخرى بحكم خبراتها في مجال اكتشاف الموهوبين جميل فنحن قلنا بدل ما نبدأ من الصفر خلنا نكمل مسيرة أخواننا فإن شاء الله سنستعين فيهم بإذن الله فتحنا الخطوط الأولى للتواصل الأخوان جدا مرحبين أيضا هم عندهم ثقافة التكاملية ما بين المؤسسات الحكومية أننا عملنا مكمل لبعض بالتأكيد فإن شاء الله النتيجة ستكون مبهرة إن شاء الله كم عدد المشاركين إلى الآن في الجائزة في هذه النسخة في هذه النسخة عدد المشاركين سيحدد بعد إغلاق عملية قبول الطلبات بعدها ما أقول أقباب القبول نحن حاليا أنطلقنا بالدورة حاليا عدنا فترة زمنية لمدة لما بعد أطلت نصف السنة دراسية يعني خلنا نقول لين شهر أو ماحش تقريبا في ديسمبر تقريبا سيغلق باب القبول أو تسجيل تقريبا لبداية شهر واحد أو بداية شهر واحد يعني بداية خلنا نقول فصل الدراسي الثاني تقريبا يعني موايد عندكم فرصة اللي يشارك في الجائزة ويقدم في عدد محدود للتسجيل دعنا نذكر سيد محمد الشروط شروط القبول أو شروط المشاركة في الجائزة الشروط المشاركة تختلف من فئة لأخرى طبعا إذا نحن نتكلم عن أهم فئة أو أكبر فئة اللي يشاركون عندنا هم فئة الطلاب أهم شرط من شروط المشاركة أن هذا الطالب حاصل على نسب دراسية علية بحيث اسم الجائزة تحدد النسبة نعم وتسعين فما فوق فهي أساسا جائزة للتفوق في البداية هذا بالنسبة الأهم شرط بالنسبة للطالب بالنسبة للمعلم أيضا له شرط أن تقارير الكفاة عندها أيضا تكون تقارير مرتفعة بالنسبة لبقية الفئات إذا على سبيل المثال فئة البحث التربوي أن هذا البحث لا يكون مشارك في جهة أخرى فئة المشروع نفس الفكرة الشروط تتنوع في شروط عامة وشروط خاصة شروط متنوعة من فئة اللي فيها على مدى 12 فئة في اختلاف في الشروط يمكننا ما ذكرنا هال 12 فئة كاملة فتحية أنت ذكرت الفئة المستحدثة لكن خلنا نذكر هال 12 فئة بس نعرف فساد الجمهور عليهم عندنا فئات مختلفة عندنا فئة الطالب المتميز عندنا فئة المعلم المتميز وفئة المدرسة المتميزة والأسرة المتميزة وإضا لدينا فئة المدرسة المتميزة ولدينا أيضا أميمة مصادر التعلم المتميز وفئة البحث التطبيق المتميز وتوجد ذينا أيضا فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم هالفئة الوحيدة التي نرشحها ليس لترشحها في السهل المشاركة بالجائزة ترشيحها يكون عن طريقة منسقين للمناطق التعليمية وعندنا أيضا فئة المجلس أولياء الأمور وفئة الحضانة المتميزة والفئة المستحدثة له فئة مدير النطاق المتميز مدير النطاق المتميز هذه الفئة المستحدثة الجديدة ستكون السنة إن شاء الله هل يستطيع الشخص في أي فئة من هذه الفئات الاثنتين عشرة أن يشارك أكثر من مرة في الجائزة يمكن أن يشارك بس إذا مرت ثلاث سنوات على مشاركة الأولى أقل شيء تمر ثلاث سنوات على أن يستطيع أن يشارك مرة أخرى حتى يفتح الملجاة هذا في حال فوزة في حال فوزة نحن نتكلم عن في حال فوزة في ناس ما شاء الله عليهم يحبون التميز يعني عادي يشارك كل سنة وبالفعل هو يكون متفوق أو متميز طبعا لا نتكلم فقط عن الطلاب لا حتى المعلمين يبدون مجهود كبير فأعتقد أن من حقهم كذلك أن يثبتون أو يعني يثبتون جدارتهم في مجال التدريس فأعتقد أنهم في بعضهم ما شاء الله عادي يشارك كل سنة فأنتم لا محددين أن يعني ما يشارك كل سنة يشارك كل ثلاث سنوات وإذا ما فاز ممكن يشارك كل سنة لحد ما يفوز إن شاء الله أنا استوقفتني فئة الحقيقة فئة الأسرة المتميزة هاي علي أساس هذا محمدي تم خلنا نقول تقييم الأسرة المتميزة كيف الأسرة المتميزة تستطيع المشاركة في هاي الجائزة آلية المشاركة تقريبا لجميع الفئات هي نفس الآلية نحن عندنا منسق في كل منطقة تعليمية الأسرة هذه تنزل ملفها من خلال الموقع الإلكتروني لجائزة الشارقة تاخذ الاستمارة وتقرأ المعايير والدليل التفسيري بعد ذلك تملأ هذه الاستمارة وترفق الاستمارة بالأدلة هذه من الفئات اللي نحن بالفعل نستمتع في تحكيمها بحيث هاي الفئة نحن زيارتها تكون لمنزل الأسرة يعني تزورون منزل الأسرة حتى طبعا يمكن تشوفون ما الذي يميز هذه الأسرة أنت ذكرك الأدلة أستاذ محمد شو هي الأدلة أنا بعرف كيف أسرة ترشح للجائزة؟ مثلا بأعطيك مثال هناك فيه لما تنزلين المعايير الجائزة فيه مجموعة من المعايير معايير تتعلق بأبناء الأسرة أنهم متفوقين معايير تتعلق بولي أمر الأسرة دوره في تميز التعليم الأبناء أيضا دور الأسرة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية فيه مجموعة من المعايير فالأسرة تملي الاستمارة وترفق دليل على كل دور من أدوار التي تقوم فيها بعد ذلك فريق العمل عندنا المحكمين يراجعون هذه المعايير وهذه الأدلة يتحققون منها في النهاية هذه المقابلة عشان يعيشون أجواء الأسرة المتميزة معهم وأغلب الزيارات طبعا تكون مسائية بالنسبة للأسرة عشان الوقت يناسب الأسرة تكون مجتمعة بشكل كامل يعني الزيارات تكون مسائية للأسرة هذه الفئة جميلة جدا أعتقد يعني أن الأسرة كاملة تشترك مع بعضها في فئة معينة من فئات الجائزة وكلهم يسعون أنهم يكملون أدوار بعض يعني كان أولياء الأمور الأب والأم أو حتى الأبناء يمكن حتى في أكثر من طفل أو ابن أو ابن يكونون متميزين فحلو أنهم يشتغلون كفريق عمل مبكى أسرة فقط وهذا نستشعر فيه لما نكون في مقابلاتنا أو زياراتنا لهم بالفعل أن إذا نسينا الكلام الموجود في الملف والأدلة المرفقة نستشعر بجو هذه الأسرة أن كل فرد من هذه الأسرة لأدوار ومسؤوليات وواجبات نستشعر فيها أمانة أن نحن جالسين معهم يعني نحن نتكلم عن أدوار أدوار مجتمعية أستاذ محمد صحيح نحن نتكلم فقط عن الأدوار أو المشاركات في ربما المدرسة أو طرق تعليم الأبناء فقط لا نتحدث عن مشاركة مجتمعية صحيح بالضبط هي معايير معايير تتعلق بالمستوى الأكاديمي للأبناء ومعايير تتعلق بالمشاركات المجتمعية في بعض القضايا الابتكارية أو بعض المشاريع التي يشرفون عليها هي مجموعة من المعايير جميل فتحية سنتكلم عن كيفية الآن الترشح أو الترشيح للجائزة وأيضا الجهات التي يمكن الترشح من خلالها الترشيح الجائزة يكون عن طريق الموقع الإلكتروني اللي هو شارجااورد دوت اس اتش جي دوت اي مجرد الدخول للموقع يكون يختار الفئة اللي هو بيدخل بيرشح نفسها لها وبعد اختيار الفئة تعبئة الاستمارة الخاصة بالفئة ومن ثم تسليم الاستمارة وعندنا منسقي معتمدين في كل منطقة من المناطق التعليمية بس مهمتهم مساعدة المرشحين والإجابة على استفساراتهم جميل كذلك أيضا يصاحب هذه الجائزة سيد محمد عادة ورش وفعاليات مختلفة ومتنوعة عادة شو هي طبيعة الورش أو الفعاليات التي تصاحب هذه الجائزة ومتى أساسا تقام هذه الورش؟ نحن عادة كانت عندنا نوعين من الفعاليات العام الماضي أو الدورة الماضية أدرجنا نوع ثالث من الفعاليات أتكلم بعد ذو البدء بالنوعين نحن عندنا سنويا نعمل ملتقة ملتقة خاصة بالجائزة ملتقة خاصة نسميه ملتقة أفضل الممارسات للجائزة في هذا الملتقة جميع الفائزين أو جميع أفوان المشاركين يحضرون اللي حابين يشاركون في الجائزة واللي يقدم الملتقة أشخاص فازوا في الجائزة فمثلا نستقطب الطالب المتميز أفضل طالب فاز العام الماضي نيبه نضعه في قاعة ويستعرض ملفه وكيف شارك وكيف فاز بالجائزة ونفس العملية اللي بقيت الفئات نأتي بمعلم من بعض الخبرات أو استعراض تجارب ناجحة ممكن يستفيدون من المشاركين بحيث هناك كثير المشارك الجديد في الجائزة تكون لديه مجموعة من الاستفسارات ومجموعة من التخوفات فإذا نحن جبنا محكمين أو نحن بدأنا نستعرض فنكون روتين فالفائز سيكون أقرب لإيصال المعلومة الصح فهو يعطي التقنيات اللي من خلاله ممكن ملفه يتأهل هذا بالنسبة لملتقى أفضل الممارسات أيضا نحن من خلال منسقين فاتحين المجال لجميع المنسقين في المناطق التعليمية أي منسق حابب يعمل ورشة تعليمية على مستوى منطقة التعليمية ندعمه بمحكمين بحيث هذه المحكمين يذهبون يعرفون عن أي جزئية خاصة بالمعايير وتقام تقريبا نحن عندنا سنوين أغلب من المناطق التعليمية تطلب هذه الورش فتقام أما الجديد اللي بدنا في الدورة الماضية جانب التنشيطي أو جانب الآخر اللي لازم نحن نساير الناس اللي فازوا عندنا قبل أو كيف نحن نهتم فيهم ونربطهم في الجائزة لا بس فوزية مثلا سمكن وتنتهي علاقتك على الجائزة لقد شرّمنا فLER نج perm Policies الناس كانوا من المنطقة الشرقية والتدريب كان في الشارج فعملية قدومهم ورافقتهم والمسابقة أساساً كانت في أبوظبي فهذه الحركة حركة الأولياء الأمور مع ابنائهم وحماسهم معنا شجعنا أن بالفعل نحن لازم نركز أو نستمر على هذه الفعاليات وحققنا أيضاً نتائج جيدة جداً وكرمناهم في حفل تكريم الجائزة في الدورة الماضية فهذه السنة أيضاً نستهدف أن نمشي على نفس المنوال جميل جداً جميلة هذه الخطوة الحقيقة سؤال أخير كيف تشوفون الإقبال وفي مسألة التحكيم في صعوبة واحدة أستاذ محمد وفتحية كذلك في مسألة التحكيم خاصة ما يتعلق بفئة الطالب ربما لا أبقاً في صعوبة لأن الناس المسؤولين عن التحكيم لديهم خبرة كبيرة وكفاءة عالية في الميدان التربوي والميدان الإداري أكيد سيكون التحكيم سهل بالنسبة لهم لديهم خبرة كبيرة في هذا الشيء جميل والأقبال صد محمد كيف من قبل المشاركين من كافة الفئات الأقبال يتغير من سنة لسنة يتغير من سنة لسنة بحكم نحن كجائزة الشارقة صح نحن الجائزة الأولى ولكن ليست الجائزة الوحيدة في الميدان التربوي لدينا أخواننا في جائزة حمدان وجائزة خليفة موجودين معنا فأحياناً كثير أن الطلاب أو عناصر الميدان التربوي اللي يشاركون يتوزعون على الجواز بس أكد على نقطة من أحد التحديات اللي نواجهها في التحكيم إقناع ولي الأمر أن أبنك ما فاز مع أن كل ابنائنا متميزين أصعب من إقناع الطفل نفسي أو الأبن نفسي عموماً كل التوفيق إن شاء الله اللي بيشاركون واللي ما شاركه والمجال مفتوح أيضاً تشاركون عن طريق الموقع الإلكتروني اللي جائزة تشارغ التفوق والتمييز التربوي كل شكر لكم أستاذ محمد أستاذ فتحي أعطيكم ألف عافية ونحنا وصلنا لختام هذه الأمسية إلى اللقاء إذا فاتتك هذه الحلقة بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي اشتركوا في القناة